السلام عليكم مرحبا بكم في قناة شهوة الدار مع ايمان كنتمنى تكونوا بالف خير اليوم جيت نحضر ليكم واحد نحضر معكم واحد الوجبة خفيفة تقدروا تديرو هالغضاء اولى العشاء هان توموا معايا نشوفوا الطريقة ديال التحضير والمقادر قاووا معايا سوف نحتاجوا لهذه الوصفة عندي هنا جوج بطاطات مسلوقين كبار كيف ما كتشوفوا عندي هنا كاس ديال الحليب برد كاس او نص كيف ما كتشوفوا عندي جوج بيضات معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية ما عمرش بزاف عندي معلقة صغيرة ديال الموتاقد الملح والبزار على حسب الضوق البطاطة كيف ما كتشوفوا وراني سلقتها بالقشور ديالها وحيت منها القشور باش كتكون ناشفة من الماء عندي فرماج محكوك للزين وعندي هنا جوج كيسان ديال دقيق فورس ونصف كاس حتى الكاس اللارو بديال زيت زيتون ان شاء الله ندوزوا دا بالطريقة بقوا معايا هنا غا نحتاجوا الخلاط غادي نضيفوا فيه جوج ديال البطاطات اللي غاية سخان طبيعة الحال بواتوز قطعوهم قطعوهم عدرهم في الكاس الخلاط ديالكم انا درتوا معا بحلقة صينين غادي نضيف عليهم هاداك الكاس ديال الحليب كاس وربع كاس ونصف ديال الحليب باش غادي يتحن معاهم غادي نضيف الملح والبزار نسمو بها والموتاقد مع القاة صغيرة ديال الموتاقد اندرتها باش تنسم لنا شوية الى ما كانش متوفرة ماشي مشكيل هنا غادي نضيف هادوك جوج بيضات باش نحصلوا على خالت يكون كريمي هنا غادي نضيف الخميرة الفورية معلقة كبيرة مع عمراش عندي هنا نصف كاس عمر ديال زيت الزيتون ها واحدة وضفته غادي نتحن هاد العناصر كاملين غادي نتحنهم مزيان ومن بعد غادي نعودو نشوفو باش غادي نضيفو عليهم دقيق هانتوما معين شوفو ناتيجة دياله كيف دايره كيف ما كتشوفو هاو الخالت كريمي كيف ما كتشوفو خاتر غادي نخويف الايناء ديالي غادي نحرك فيه الكل عدي يالا البطلي غادي تكون في الوجبة ديالنا كتكون غانية بالبتاطا و بالبيض و بالحليب هاد الاوكلة زوينا كتعجبت الوليدات الصغار نبدلو شوية من اوملت ديما كنديرو الاملت مع البطاطا اوملت هادي طريقة جديدة و ان شاء الله تجربوها و غا تعجبكم و تعاودوها ان شاء الله كيف ما كتشوفو الخالت ها هو على هذا الشكل كيكون ما قاسح ما خفيف عادي غادي نضيف لي هادوك جوج كيسان ديال الفورس دقيق فورس نضيف الكاس اللول و بطبيعة الحالة مع التخلاط حتى غادي يتجانس الكاس اللول يدخل في الخالت عادي غادي نضيفه الكاس الثاني الكاس الثاني كيف ما كتشوفو را ما عمرش بزيف و نحاول ندخله مزيان عادي غادي نضيف هاد الكاس الثاني و نخلط مزيان حتى هو حتى يدخل يتجانس كيف ما كتشوفو ها هو تتجانس مزيان حركتو مزيان ندخل في جميع العناصر مدقيق غادي ناخد اللاطة ديالي اللي غادي ندخل هال الفورن هنا انا وجدت هاد الحوشوة هي اللي غادي نديرها فوق من الخالت هنا عبارة عن كفتة و عن بسلمشلدة درتها تنزلت تعاد خلطها بالكفتة و الزيت و مقطع و توابل هنا عندي هاد لاطة انا دائرية لا كانت عندكم كارية حتى يجي احسن كيف ما كتشوفو را درت زبدال تحت و لسقط فيها الورق ديال الطبخ باش يتشد لينا مزيان باش ما ديش تخرج لينا الخالت غادي نصبه مزيان و غادي نصرحه غادي نصب نص ديالو الكيمية و غادي نصرحها غادي نص ديال الكيمية غادي نصرحها تكون رقيقة حيث فيها هديك الخميرة ضروري غادي تنفخ معنا واحد شوية هي ما كجيش منفوخها بزيف غير رقيقة غادي نصرح مزيان و غادي تكون رقيقة ما تخافوش منها حيث غادي تنفخ واحد شوية ضروري و بالنسبة للحشوة الحشوة اللي بغيتوا تقدروا تستعملوا قطع ديال صدر الدجاج شحرين مع بصيلة و تقدروا تزيدوا عليهم حتى الفلفلة ألوان و زيتوا مقطع دوائر حتى هواكي جيزوين بغيتوا تديروا الكفتة مع زيتوا مقطع توا دوائر و مع بصلا و الفلفلة ألوان أنا ما كانتش عندي متوفرة الفلفلة ضفت غير بصيلة حتى تشحرات و ضفت عليها الكفتة و الملح والبزار و الزيت في الآخر زيتوا مقطع و هذا هو الخليط و هذا هو الحشوة اللي بغيتوا هنا كيفما كتشوفوا أنا استرحتهم جيد احتوي الله رقيق في اللاطة ديالنا هنا سنجيب هذه الحشوة ديالي و سنبدأ نستفع من الفوق و لا يمكنك أن تكون الحشوة غير المتوفرة و سنستمروا و نتفرغوا الحشوة و نتفرغوا الحشوة فوق الخالق و نتفرغوا الحشوة و نتفرغوا الحشوة و نتفرغوا الحشوة في المنزل تقدروا بغيتوا تحكوا حتى شوية المرتدي الكاشير و الفرماج و تضيفوا على هنا الوسط هنا أنا درت ثلاثة ديال الفرماجات غادي نقطعهم و غلوحهم الوسط هنا في الخالق نقطعهم مع مكعبة صغار تاوما كيتلقوا واحد اللي بدنا زوينا و نضيفوا نصف الخالق ثاني اللي غادي نقطعوا اللي غادي نقطعوا بيه الحشوة ديالنا الفران غا يكون مسخون من الفوق و من التحت من درجة حرارة مية وتمانين عادية مني غادي ندخلوها غادي نطفعوا الفوق حتى تبالينات نفخات و طابس من التحت و عادة غادي نشعلوا الفوق هنا رشيت هنا ذاك الفرماج محكوك كيف ما كتشوفوا خلطوا مع ذاك الفرماج العادي و هنا غادي نضيف نصف الخالق ثاني فوق منه على شكلها تغطى لنا الحشوة ديالنا نحاولو نغطو الحشوة مزيان و نوزعو الخالق اللي بقى لنا نوزعوها على باقي الصينية هنا كان عندكم مول ديال الجج كاري حتى هو يجي احسن ديرو فيه انا عندي هاد لاطة كبيرة شوية فجاتني السمك ديالها جارقيق شوية ديال الاوكلة إلا كان عندكم صغر من هاد لاطة تجي احسن إلا بغيتوها من فوخة أما إلا بغيتوها رقيقة كيف ما جاتني أنا ديروها في شي لاطة كبيرة على حسب شنو بغيتو واش الكبيرة ولا صغيرة وش بغيتوها تكون من فوخة او لا لا نوزعوه مزيان حتى نقدو تغطى لنا محوشوة ديالنا تجي بنينا هاد الأوكلة وصراحة منيكة الدقية ما كتعرفيش كاع الموكموناتلي فيها من غير ذاك الكفتالي باينة بتابعة الحال غادي نزينها من الفوق انا اخد شوية ديال فرماج حمر محكوك وغادي نزينها من الفوق نجي محمرة من الفوق وغادي ندخلها للفران باش تطيب نتنوع لها حتى الطيب ونخرجوها ها هو الشكل نهائي ديالها من بعد ما طابت كيف ما قلت لكم را هكا جاتني رقيقة أنا منفوخة شوية ومحمرة كيف ما كتشوفو إلا بغيتوها تجيكم منفوخة تقدروا تدروها في مول يكون صغير ها هو نقطعت لكم مرسودية لك تجي محمرة وزوينة والفرماج الداخل فيها كانت منها هد الأكلة تعجبكم وإن شاء الله تجربوها كيف ما كان قول لكم وكان عاود بغيتوها تجيكم غلايدة بزاف دروها في مول صغير شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم شكرا لكم شكرا لكم